القراءة بتاعتك يعني انا شايفة لبعضكم ممكن القراءة العاطفية بتحتمل عكسية القراءة لكن ما بتحتملش الخطأ اصلاقا ممكن يكون شخص طاقته مش موجودة حالان اسمعني حضرتك في فيديو تاني لكن انها تكون غلط مش ممكن ابدا تكون غلط عشان نبقى مستفقين لكن ممكن تكون الطاقة بتاعتك مش موجودة حالان وتكون موجودة معي فقراءة تانية ان شاء الله بعضكم انا شايفة انت بتمشي من علاقة او يكون الطرف التاني هو اللي بيمشي بينسحد من علاقة لكن ايا كان انت او الطرف التاني اني ماشي ماشي هو زالين ماشي وهو حزين يعني مش ماشي منتصر مش ماشي فرحان مش ماشي ورايح على حاجة تانية لا فيه زال وفيه حزن كبير جدا وفقدان واحساس بيتني يعني احساس اللي ماشي من العلاقة هو احساس وحش جدا سواء انت منشيت او الطرف التاني هو اللي ماشي ما شايفة شايفك لما ماشيت او الطرف التاني نامي مشي هو حذر جدا على نفسه واما مش عايزي اكلم ممكن تكون عملت بلت في كل حاجة وانتصال وانتصال وانتسي اعامل تماما مع الطرف التاني وحاليا انا شايفة حيرة حيرة ممكن تكون بين شخصين ممكن تكون انت قدامك عارضين او تكون بين رأيين انك ترجع للعلاقة او ترجع للشخص او تكمل في العلاقة او انك تنسحب منها الحيرة دي مسبب لك حمل كبير جدا عليك يعني انت هي مش حيرة عادية او انت حاسس فيها ان القرار مش هيكون عادي ومش هيكون سهل لذلك انت عندك يعني ضغوط كبير قوي ممكن تكون كمان بعضوكو عندو مسئوليات تانية او مش بس الاختيار العاطفي يعني يكون عندو مسئوليات تانية مؤثرة عليه ومسببان لضغوط كبيرة قوية حياته كمان ما خليها مش شايف كويس يعني ما خليها مش قادر يمشي طريقه كويس ما خليها مش شايف او الامور بينزداله بوضوح رغم ان هو قدامه يعني ممكن اقولك انك قدامك يعني حاجات كويسة كتير لكن بسبب الضغوط والحمول اللي انت شايفها اللي انت شايلها انت مش شايف ده قدامك اا شايفة كمان في اا يعني قلبه مخصور اا شايفة اا حد الجرح حد تخدع اا ممكن يكون ده سبب ان انت مشيت اا او الطرف التاني ماشي في قلب مجروح مخصور مخدوع جامد اا يعني انت انت حاليا انت في الفترة حاليا انت بتتقلم قلم شديد سبب الحمل يعني شايفين جامع بعض السبب الحمل الكبير اللي عندك هو بسبب القلب المخدوع او المجروح ده اا ممكن كمان يكون عندك احساس انك انت تطرعت او تهورت في حاجة او انت غلطت في حاجة اا 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 او انت اا في امور ما حسبت لهاش يعني فيها علاقة انت دخلت فيها ممكن تكون دوم نفسك شوية على تصرفات انت عملتها اا ممكن يكون حصل كلام جرح في العلاقة دي ممكن يكون حصل تجريح اا يعني حصل اا اا كلام محد منك او من الطرف التاني اا بسبب تهور بسبب اا يعني حاجة انت معملتش حسابها او الطرف التاني معملش حسابها حصل تجريح واللي بعد كده يعني حصل اا هدم للعلاقة دي العلاقة دي حصل فيها هدم وانت مستني فيها فرصة اا اا والهدم ده حصل بشكل مفاجئ والتجريح حصل بشكل مفاجئ وحصل بسرعة يعني كله كل الاكشن والرياكشن كله حصل بشكل بشكل سريع انت مش عارف هو ده حصل ازاي وده سبب الضغط اللي عندك ده وسبب الحيرة اللي عندك ممكن دي مؤثر حيرة تكون بين شخصين او تكون بين رأيين انك ترجع للعلاقة او انك ما ترجعش. بعتذل لو في دوشة اا بس انا قاعدة جانب البالكونة شوية بس بعتذل لو في دوشة شوية وانا حاول عادي فوتي كمان. اا انا انا شايفك انت مستني فرصة او الطرف التاني يكون يعني لو الحاجات دي حصلت من طرف تاني كن هو اللي مستني انك تديلي فرصة. في فرصة هتتقدملك وشايفك بتتغير تماما يعني بتحاول تاخد الامور بشكل هذه جدا بتحاول تروت كل اللي حواليك او الطرف الثاني يعني انت بتستعمل معي اسلوب مختلف تماما اسلوب فيه ذكاء وفيه حكمة وفيه جدوء آآ اول طرف الثاني هو اللي يعمل معك كده يعني هو اللي نشي هو الغلطون هو يعمل معك كده آآ يبعد عن العصبية والآآ والحدة في الكلام ويبتدي يتعامل معك بشكل آآ آآ شوية فيه سياسة يعني شوية فيه سياسة في تفاهم آآ آآ عايز يسيطر عليه آآ آآ أو على تفكيرك من النحية دي بس مش بشكل وحش يعني بشكل كوي مش يسيطر على تفكيرك بشكل وحش لا بشكل كوي أو انفع آآ آآ اللي جايلك بعد كده برج العزراء آآ آآ أنا شايسة في عندك انتصار آآ آآ في العلاقة العاطفية آآ آآ يعني بعد فعب وبعد جهد كبير جدا لبعضكم ممكن فيها علاقتات فيها كثير آآ آآ لبعضكم ممكن تكون وكنتم منفصلين آآ آآ لبعضكم ممكن يكون آآ غير مرتبطين آآ آآ رسميا وانت حاسس ان انت تعبت في العلاقة دي او قدمت فيها وقت كثير ومن ومن غير آآ فايدة فالعلاقة دي ازاين كمان ما شوفنا في الطاقة بتاعتك انت العلاقة دي هيحصل فيها انتصار آآ بشكل او بآخر آآ لكن انا شايفة انت كمان ممكن تكون بتتعمل يعني انت بتظاهر لك هنا آآ في كرتين انتصار آآ في علاقة انت ممكن تكون موجود في علاقة هي فيها توقع مروح يعني علاقة آآ فيها حب متبادل آآ انت بتحب الشريك والشريك كمان بيبدلك نفس الشعور هو كمان بيحبك. اه حصل فيها شوية قلق. اه شوية زعل. اه شوية غمود. حاجات غمضة عنك او عن السرفي التاني. لكن بعد التعب اللي انت تقابته ده. اه فيه انتصار. يعني انت الكارث بتاعك اللي انت تشتغل فيه. او تشتغل على علاقة او انتظارك او جهدك ده كله. الكارث الانتصار. فانت عندك اه انتصار ورجوع. يعني ممكن اللي مستني ورجوع اللي شريك منفصل عنه. اه فيه رجوع ان شاء الله. انا شايفة فيه رجوع. اه وترسيما للعلاقة. اه فيه فرح فيه سعادة فيه دواج. اه البعض ممكن خطوبة وارتباط. اه يعني بعد فترة قلم ومعاناة كبيرة جدا. فترة حسبت فيها نفسك اه مين غلطان. حسبت فيها نفسك انت كمان اه شفت نفسك ان انت كنت غلطان في حاجات او او في حاجات كنت متسلع او متهور فيها او او مفكرتش فيها قبل ما تعملها. اه يعني بعد كمان اه اه العلاقة انت كنت فيه بعضوكو كمان كان فيه العلاقة هو فقط فيها الامل تماما. يعني اه وممكن كمان اقول اه انها علاقة يعني كان مقدر لها الانتهاء. علاقة مقدر لها الانتهاء برغم من صعوبة وبرغم مواجهات وبرغم تحمل وبرغم انك ممكن تكون انت او التاني تحملكو فيها كتير. او قلتو يعني نحاير ان ان العلاقة دي ما تنتهيش او انها تستمر. لكن هي اه يعني انا الطاوب يقولك انه ده كان قدرا لازم يحصل لازم يحصل لدروس. ممكن تكون دروس ممكن تكون علشان بعد كده تكون حاضر اه تخلي بالك اه اه شايتات كمان بين صور حوالين علاقتك وحوالين بيتك فيما بعد. وانك تخلي بالك من اه حياتك اه العاطفية او العائلية اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله. تخلي بالك كمان على مجهوداتك. يعني انت في علاقة قدمت فيها مجهود كبير قوي. لكن شوية كنت متهور او الطرف الثاني كنت تتعامل مع شخصه اه اه متهور او مش يعني مش مقدر مسئولية العلاقة او مسئولية زواج او مسئولية ارتباط. اه شايفة فيه تغيير جاي في الفترة اللي جاية. فيه ترتيم العلاقة. فيه رجوع اه اه فيه رجوع لمنفصلين. اه 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 شايفة كمان اه ممكن تكون بتتعامل مع يعني مع طرف تاني يكون اه مختلف عنك. يعني انتو الاثنين تكونوا مش شابه بعض تكونوا جنسيات مختلفة او انت في بلد وهو في بلد اه اه لكن فيه جنكو اه تواصل روحي قوي جدا. اه انتو الاثنين بتستكروا بعض كتير شايفة اه حزين بسبب البعض. اه كمان انا شايفة هنا ابراج اه عقرب وسرطان اه معيك يا برج العزراء والابراج النارية كمان معيك. اه لكن شايفة فيه قرار اه بخصوص العلاقة دي اللي فيها تباعد. شايفة فيه قرار انت هتاخده اه يعني بعد سماعك لاخبار. يعني ممكن فيه اخبار تسمعها قريب. اه بناءا عليه انت هتاخد قرار ولو بعضكم في وضع متوقف او معلق او او بقالوا فترة مش بيتغير انت هيكون في ايضة القرار. انت هتاخد القرار بس بعد ما فيه اخبار هتسمعها خبر او اتنين. هي مش اخبار سيئة لأ اه هي اخبار كويسة. اه فانت هتاخد قرار اه والقرار ده هيكون تانين. لانه انا شايفة تذكيرك فيه هيكون بعقلك اكتر حاجة مش مدخل فيه العاطفة خالص. اه هيكون بعقلك بس. فشايفة في الفترة اللي جاية ان شاء الله فيه قرار هتقدر تاخده. اه وشايفة ان انت مستني فرصة او الصرف التاني التاني ما تديره فرصة تانية. اه لكن في بعدها اه ان شاء الله في ترتيم العلاقة او زواج يفي ارتباط او رجوع لشخص هو بلسال اه طوق مروح او اه للعزبين ممكن تكون بارتباط مع شخص طوق مروحك او هتقابل طوق مروحك ان شاء الله في القريب وهيحصل ترتيم للعلاقة دي. وشايفات منتصر منتصر مرتين يا برج العزراء ان شاء الله. النصيحة بتاعتك. اول اول هقول الطرف التاني بيفكر فينا ازاي? اه انا شايفة الطرف التاني بيفكر اه ممكن دايما قلت بتي بعضوك الطرف التاني يكون مسافر او انتم متبعدين مع بعض في اخبار هتسمعوها. اه بعضوكم فيه علاقة ثلاثية لو هو فيه الطرف التالت شي عنده علاقة ثلاثية. اه فيه قرار هيتاخد. اه قرار ده هيكون فيه عدل. الطرف التالي التاني ده تفكيره. قرار لازم ياخده. لازم القرار ده يكون فيه عدل. اه بخصوص العلاقة الثلاثية. لو ما فيش علاقة ثلاثية يبقى القرار ده هيبسطكم انتم الاتنين جدا. وهتحتفلوا بيه انتم الاتنين. يعني القرار اللي هيتاخد ده مش اه حاجة هتكون جد مصلحتك. لأ انتم الاتنين هتكونوا مرتفقين. وانتم الاتنين هتحتفلوا بيه هتكونوا مبسوطين جدا. اه شايفة الطرف التاني بيفتكرك كتير. اه بيبص عليك كتير. ممكن بيتواصل معيك روحيا. اه تفكيره فيك بشكل متواصل. لو انت بتفكر فيه حالين هيكون بالافتر بسبب تفكيره هو فيك والرسائل اللي هو بيبعت هالك. اه اه شايفة بيبص عليك بيرقبك. اه بيفتكر بكرياك ومع بعض. اه بيفتكر كلامك تصرفاتك. اه شايفة كمان اللي هو بيشوفك انت ليه البصان يعني انت الشمس وانت السعادة وانت الحياة اللي هو عايز يعيش معيها. ده اللي انا شايفة اه من تفكير الطرف التاني في الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا يا برج العزراء. النصيحة بتاعتك يا برج العزراء. بالفترة اللي جاية. عالين يشوف انت حصل لك ايه وايه النصيحك اللي طارو بيقدمها لك. طارو بيقول لك تبساش فيه. اه حاول تاخد وقت مع نفسك. تاخد وقت مع نفسك ان انت تتفكر ان انت تسيطر على نفسك على اعصابك. ان انت تتخلص من الجروح ومن الالام اللي موجودة عندك. وانك تطلع من المسئليات ومن كل الاعباء اللي انت حاسس بيها. لا اخرج كل السيور دي من جسمك ومن طاقتك ومن حياتك. يبتدي اه تستشفيه. تعد لوحدك. تعمل اه تأمل. تعمل استشفاء. يعني اخرج من الطاقة السلبية. واحاول تفسر بهدوء علشان توصل لحلول اه اه او عشان توصل للمراحل اللي احنا اتكلمنا عنها في القراءة اه اه بعضكم ممكن يكون بينصحك لو انت اه مضمن على شيء. ايا كان الشيء ده هو ايه? اه يعني يعني متعلق بشخصي جدا انك حاول تخرج من الصافة دي. تسيطر تخرج من الصافة دي. اه مضمن على تعاطي اي شيء اه اه سواء كان في الاكل او في الشرب او اه او اي حاجة انت بتعملها بشكل مفرد. اه حاول ان انت تخرج منها. كمان لو انت بتمر بحلت غضب شديدة من الشريك. حاول ان انت اه اه تخرج من الحالة دي. اه كمان لو بعضكم بيعاني من صافة سلبية في حياته. اه سواء تحرق او حسد. اه كمان الطارب ينصحك انك تتخلص من الصافة دي. فانا يعني قريتها على كل الاوبوم يعني اي ان كان الحالة السلبية اللي انت بتمر بيها او الموجودة حاليا في حياتك. سواء اي حاجة من اللي انا اولتها. او كلهم حاول انك تستشفي منهم او انك تتخلص من الحالة التلبية اللي موجودة اه محيطة ديك في حياتك. اه كمان اه يعني هنا بيطلب منك انك في النصيحة انك اه 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 تحاول تفكر بحكمة تفكر بعقل. اه تستكشف الامور. تفكر اكتر كمان عايز بيقولك بعمق. اه يعني ايه بعد عن العاطفة? فكر اه في عمق الاشياء. اه ممكن تكون باللي يخص العلاقة. يعني ايه اللي يوصل الامور لكده? ايه اللي ممكن الحلول? اللي ممكن نعملها? علشان الوضع العاطفي بتاعنا يتحسن? هو هنا مطلوب منك انك تفكر بشكل عميق جوه اه جوه الحالة نفسها. مش بشكل عشوائي ولا بشكل اه اه خارجي. يعني مبارا لا اكتشف وتعمق جوه الحالة العاطفية بتاعتك. يعني احنا هنا بنتكلم عن الحالة العاطفية. فالمقصود بيها هنا الحالة العاطفية بتاعتك. ايه بعد عن عن اللوم كمان وعن العتاب اه في الفترة اللي جاية. لان انت عندك حاجات كتير اوي ملغبطت ملغبطت دماغت. اه ما تتخليش يكون عندك كمان اخسيارات كتير اوي عشان ما تتلغبطش. وانا تبتدي تلوم نفسك كتير وانا تلوم الاخرين كتير ابعد عن الحكتين دول اه تشويش في الافكار او انك تكون حاطة حاجات كتير اوي في دماغت لدرجة انك مش قادر تفكر في حاجة معينة. الطلب ينصحك انك تبعد عن الطاقة دي او الطريقة دي في التفكير لأ خليك خد وقت كده مع نفسك لوحدك وقتها دي واكتشف تفكر بعمر بعيدا عن الدبابية وبعيدا عن التفكير السحاجات كتير كلها متدخلة مع بعض آآ ساقدي لان انا لوم نفسي او عاتب نفسي او لوم الطرف التاني كتير وعاتبه كتير وده يقدي لمشاكل اكتر في العلاقة او يقدي للناس انت تقعد تحسل نفسك كتير قوي يعني ممكن تكون بتدخل نفسك في دوامة ما تخلص بسبب الافكار الكتير او تدخل الافكار في جنهك لا خد وقت مع نفسك ويه ده ابعد عن الغضب ابعد عن آآ آآ انك تلوم نفسك ما تلومش نفسك وما تلومش الطرف الثاني لأ آآ 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 اعمل ايه اختلي بنفسك وفكر بعمك اكتر في العلاقة آآ القراءة بالنسبة لك انفاهة برج العزراء ان شاء الله بالتوفيق والسعادة والحياة الجميلة لكم جميعا وبكل الابراج يا رب وآآ ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب واستنوا مني بقية الفراءات وكمان عن الصحة والمال والعمل والسفر وشكرا للمتابعة